اشتركوا في القناة اللي يمكن أصب المجتمع كله بحالة من حالات الأذى بشكل عام لكن هنتكلم عن الأسرة دور الأسرة اللي المفروض عليها يعني لها دور ودور تحديدا في النهاية حافظ على ولادها من الناس أو الظواهر الغريبة اللي ممكن تضمر حياة بني آدم في يوم وليلة أو في لحظة وفي غفلة من الزمن زي ما احنا بمشوف لكن هنتكلم كأم أو كأب إيه الدور اللي هم هيعملوه؟ إيه الدور اللي لازم يقوموا بيه علشان يبعدوا ولادهم عن أي شخصية ممكن تؤدي إلى أذى وتؤدي إلى فقدان أغلى الناس عندهم حتى ولو معنويا خلونا نجاوب على كل الأسئلة دي مع ضفتنا اللي منورونا في الاستوديو الدكتورة هالا منصور أستاذة علم الاجتماع بجمعة منها صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك وعلى كل المساهدين دكتور يمكن مبرح تابعنا كلنا الحادث المروع اللي حصل أمام باب الجمعة المنصورة بس عاوزين نسأل هنا سؤال هل مثل هذه الحوادث موجودة بالفعل في مجتمعنا ولا هي ظاهرة غريبة وبسبب مواقع التواصل الاجتماعي أدت إلى انتشارها وأدت اللي هي تكون محطة أنظرنا جميعا في البداية سوف هي طبعا موجودة الجريمة موجودة على مدار العثور ولكن الجريمة تبقى حالة فردية بندخل في إطار علم الجريمة أو ما يتعلق بالشخص اللي ارتكب الجريمة لكن أول ما بنلاقي فيه تواثر للجرائم فيه نوعية جديدة من الجرائم بدأت تظهر غريبة عن المجتمع المصري فيه معدلات جريمة بدأت تزديد فيه جرائم بدأت ترتبط بمناطق مش مفروض أن يكون فيها جرائم جرائم أثرية وجرائم في سريحة عمرية معينة هنا بقى ننتبه بنقول لا استنوا دي مش جريمة فردية دي نتيجة العوامل الاجتماعية يعني ايه منطقة المفروض ما يبقاش فيها الجرائم يا دو المنطقة عمرية اللي هو مش متوقع أن الطفل في إعدادة ولا طفل في ثانوي ولا طفل يعني عنده 18 سنة ولا شاب عنده 20 سنة يرتكب جريمة قتله ويقضي على مستقبله كمان من شريحة اجتماعية مفترض أنه هو متعلم تعليم عالي مفروض أنه هو في الجامعة مفروض أنه هو ليه خلفية ثقافية واجتماعية معينة هنا بقى بننتبه بنقول لا خلي بالكوا دي مش جريمة خاصة بفرد ولا حالة فردية دي لها أسباب اجتماعية لازم ننتبه كعلماء نفسه وعلماء اجتماع وعلماء تربية وندرس الأسباب اللي قدت إلى ظهور نوعية جديدة من جرائم في الشارع المصري ارتفاع معدلات الجرائم ظهور جرائم شازدة ما كانش متوقع أن هي تبقى موجودة وزي ما حكتفضلت في البداية هناك خلل في الأسرة المصرية هناك خلل في التربية هناك خلل في بعض المادة الإعلامية اللي بتوجه للمجتمع هناك خلل في حالة السلام الاجتماعي في المجتمع المصري في حالة من العنف مش في المجتمع المصري بس في الحالة في المجتمع العالمي العنف أصبح هو لغة الحوار ولغة الحديث في حالة من الخلل في مفاهيم الحب والزواج يعني طول عمر المجتمع فيه ناس بتحبه وبتتقابل برفضه من الطرف الآخر عمرها ما كانت بتوصل لدرجة القتل والانتقام لأنها ما وفقتش مثلا عليه أنه هو يتجوزها الفكرة دي ممكن تكون جد في مخ الولد مني يعني هما فيه هو واحد شاف إيه حاجة في التلفزيون مثلا شاف حاجة عمل درامي إذا يعني أنا طبعا ما عنديش داتا كافية يعني أنا بتخيل لكن أنا بتخيل هذا الشاب أنه هو مدلل جدا أنه هو متعود أنه كل طلباته تلبها متعود أنه هو اللعبة اللي ما ياخد هاش اكثرها فذي تربية فيها قدر من الأنانية يا إما نتيجة للتدليل الزيادة يا إما نتيجة للقسوة الزيادة هكي اختصرتي كل الموضوع بكلمة قلتيها بجد يعني أنا بحاجة على فكرة اللعبة اللي ما أخدهاش هيكثر بس إحنا هنا أمام ظاهرة أنا شايف فيها برضو لها بعض آخر لأن سبب وقوع الجريمة برضو يخلينا ننتبه يعني ربما لو حدثت هذه الحادثة في المدن حصلت في القاهرة الكبرى مثلا ما كانش بقت محطة أنظار أوي زي المجتمع الريفي لأنه معروف دايما أن المجتمع الريفي ومجتمع يعني بتسود عادات وتقاليد وأعراف ففكرة أن ده يعني مثل هذه الظواهر الغريبة تتسلل وتخترق العادات والتقاليد والأعراف اللي يعرفها المجتمع الريفي أعتقد هنا علامة استفهام كبيرة برضو هي طبعا برضو بالنسبة للأبعاد الاجتماعية اللي إحنا بقينا فيها ما بقاش فيه فاصل قوي بين المجتمعات زي الزمان نتيجة لثورة الميديا والإعلام والعالم كله بقى قرية صغيرة يعني ما بقيتش أنت حضرتك في الريف بتعيش نمط الحياة الأمريكية مش نمط الحياة المصري نتيجة لأن حضرتك عندك مشاهدة مستمرة وعندك تفاعل مستمرة مع مجتمعات بعيدة عنك في المكان لكن قريبة مع الميديا مدينة المنصورة لها طبع خاصة لا هي ريف أوي أقدر أقول عليها ريف ولا هي مدينة القاهرة لكن هي فيها درجة من الثراء الاجتماعية درجة من العائلات العريقة درجة من الجمال العالي درجة من التحذر والتمتع بأنماط حيار بما ما تكونس موجودة في القاهرة حالك هنا تتكلم عن المنصورة كمكان وقوة الحادث لكن الجاني والمجن عليه من المحل من المحل بس هما بيدرسوا فين في المنصورة كمان زي ما قلت لحضرتك المحافظات ما بقيتش كلها ريف حتى ريف ما بقاش ريف اللي سيادتك متخيله بأنه منغلق وعدات وتقاليد لا انفتح أكتر من اللي يزم وساعت بيبقى مع ضعف المكون الثقافي اللي عند الناس كعادات وتقاليد فيها أصول وتطور أو محاولة التقاليد لطبقة أخرى أو لنمط حياة آخر بيخلي الإنسان ساقد الثقة في نفسه ومعندوش قدرة على استيعاب أو على التمسك بالجديد أو حتى التمسك بالقديم فتلاقي تاية ما بين اختيارات بينقي منها اللي يعجبه خليني أستعير كده اسم كتاب لدكتور جلال أمين ماذا حدث للمصريين أنا متوقعة أن لما كان زمان أي بنت تصرخ بس عشان تعاكست كانت الناس تتلم ويتمسك بقى الولد أو الشخص اللي دايقها يعني بيعنف بشدة إن لم يكن كمان بيخضع للعنف دي حصل يعني جريمة بشعة والناس كانت قاعدة بتصور طبعاً ناس تدخلت ولكن كانتوا بتصور يمكن بتوسق الحصة فإيه اللي حصل لكن هقولك يا مينا ساعة لما بتبقى الخناءة زعيقوا كلام الناس بتتدخل لكن أول ما بيلقوا سلاح واللي يدخل قد يصاب وقد يفقد حياته الناس بتخاف صحيح كان زمان الخناءات لما الناس بتتدخل وتحل كتخناءات بمعنى إيه أقصاها بنية مثلاً ولا ضربة لكن في ثانية بيطلع السلاح في ثانية بيستخدم السلاح والمجرم دايماً بيجيله حق لوسة ساعة الجريمة يعني أي مجرم ساعة ما بيرتكب الجريمة بيحصل له حالة من حالات الغياب عن التركيز السليم أول حق بيبعايز يخفي معالم الجريمة عايز عنده ندم شديد على أنه ارتكب الجريمة بيتصرف تصرفات ردود أفعال غير منضبطة وبالتالي هنا أي حد في الشارع بيخاف لأنه ممكن السلاح يطوله وممكن يفقد حياته شوية بيصور يعني أنا دايماً نصور فكرة أنه بيصور أنه بيتفرق ساعة في ناس بتصور بمنطق أنها توسق أو بمنطق أنها هي توسق أمر دموي برضو دا أعتقد برضو أمامه عن تستفهام بعد كده نيابه في تحقيقات وقدر في كاميرات موجودة أمام باب الجامعة وصورت دا كمالة سؤالي دكتورة برضو ماذا حدث للمصريين؟ ليه كله تحول ليه المواطن الصحفي اللي فكر أنه مسؤول عن التوثيق ويمكن الكتاب الرائع بتاع الدكتور جلال أمين لحك تقريه هتلاقيه بيتناول عدد وتقاليد وأفكار وزواهر اجتماعية وتحليل اجتماعي هاي اللي بيقول فيه إيه اللي حصل مصريين؟ مش هاي المصريين بس هو العالم كله نتيجة لحالة العنف الحادة اللي أصبحت في العالم كله انشار الحروب لغة القوة ولغة العنف بدرجة كبيرة فقدان الجانب الرومانسي عند الناس والجانب الإنساني يعني إحنا كنا كان زمان تبصي تلاقي حضرتك الأغاني فيها درجة من الرومانسية الأفلام الرومانسية الحب دلوتي أصبح مفاهيم الحب كلها مرتبطة يائمة بالممارسات الفعلية يائمة بالعنف وكلها عنف كل ده بيربي المشاعر وكل ده بيدفن القيمة الرومانسية عند الناس خلي بالكو الرومانسية قيمة إنسانية موجودة عند كل الناس بس بتحتاج أن احنا نستدعيها بنستدعيها بمشهد بفيلم بمشاعر بأغنية بكلمة بشاعر برضو هو ليه بيوثق هنلاقي مش واحد بس ولا خمسة ولا سبعة ممكن ما هو الموبايل ده أصله أصبح أداة من أدوات الحياة عند ناس كتير قادم ده ممكن لو شاب بابا وممتوا بيتخانقوا تلاقي بيسورهم وفي بعض الناس بتتتور العلاقات الخاصة بتتتور بطريقة فيها مرض قد تضر مرض لأنه التعامل مع الأجهزة الإلكترونية بالنسبة لنا فيه خطر شديد جدا بابا الأمن السبراني في خطر شديد جدا لكن برضو عاوزين نقول لنا يعني في بعض الأشخاص لهم ما لهم وعليهم ما عليهم زي ما كان فيه ناس سلبيين وزي ما قالت يعني زميلة العزيزة منا فكرة أن الناس كانت وقفة وبتوثق كان فيه برضو ناس تانية شفنا شهامة المصريين شفنا الناس الرغم أو بعد وقوع الحادث ما خافوش من فكرة شخص مع سلاح ودخلوا وخدوا ويدروا اللي هما يتمكنوا من القبض على الجاني بس عاوزين ذكرتي حاجة مهمة جدا قلتي أن دلوقتي هي ظاهرة عالمية فكرة الميول للعنف واتجاه عالمي إزاي أنا بقى كرب أسرة أقدر أحمي ولادي من مثل هذه الظواهر الغريبة الدخيلة على المجتمعات العربية وأيضا المجتمعات الغربية ربما كمان يعني شوف أنا قبلا بس ما هرد على سؤال حضرتك عايزة تطرق لجزئية أو تفتكروا أن المجرم اللي ارتكب الجريمة دي هو بس اللي خرج عن العرف والعادات والتقاليد بدرجة ما وأصبح مجرم بدرجة ما في هذا الإطار فإحنا لو حللنا المشهد كله هنلاقي في ناس عندها نسبة من الإجرام والخروج عن الأعراف والعادات والتقاليد بس ما وصلتش لحد أنها استخدمت سلاح من اللي صور من حتى بعض تعليقات الناس اللي بتقول أنها ربما تستاهل أو ربما يعني كل ده بيقول أنه في مشكلة وفي خلل اجتماعي معين وعشان كده زي ما قلت لحضراتكو الجرائم الغريبة أو معدلات الجرائم الزيادة أو الجرائم اللي بترتبط بأحداث غير متوقعة لازم ندور لها على تحليل اجتماعي وهنلاقي المحيط الاجتماعي كله مؤثر مش الفرد نفسه وبالنسبة للأسرة لازم ننتبه لولادنا لازم نربي ولدنا تربية سليمة مش مجرد أننا النهاردة مثلا كل الناس منشاغلها بالسنوية العامة وبس وما فيش أي حاجة غير المذاكرة ولأ بس ما فيش أي حاجة غير أنك تاكل وتشرب وتبقى صحياتك كويسة وتروح النادي وتعمل تمارين وتذاكر لأ أنا لازم أهتم بالإنسان جوه ولادي إزاي أخليه إنسان بني آدم عنده مشاعر تربية المشاعر ده شيء صحي جدا طبع تربية الرومانسية إزاي أطلع القيم الرومانسية اللي عنده لأن هذه اللي هتخليه إنسان مترفع عن الغرائص بدرجة سماء الحاجة الثانية إن أنا لازم أتابع ولادي متابعة سليمة يعني أنا أشك إن الشاب ده ما عملش حوار معه ولا حد سواء من أسرته أو مع البنت أو حتى من أسرة البنت اللي رفضت ما كانش فيه حوار ديالوج يوصله لدرجة من إن هي حرة إذا كانت توافق عليه ولا لأ وإن هي ممكن تكون بتحترمه وبتقدره كل حاجة بس ما تحبوش مش عايزة تكمل معاه حياتها مش مجرد إنه هو رفضي بس أعتقد كان فيه ممكن جلسة عرفية يعني إحنا خلينا نخرج عن سياق القصر بس لكن في هذه في هذا الموقف فيه أكتر من سيناريو وبعدين يمكن أنا لما قريت على الموضوع البنت هنا واضح إن هي فيها علاقة تفاعلية بينها وبين أسرتها لأنه أول ما تعرضت للمشكلة راح تحكيت للأسر ما خبيتش وما تصرفتش بطريقة فيها خوف دليل إن هي عندها ثقة بنفسها وعندها جرأة طبعا لما هندور بقى في الأبعاد الاجتماعية هندها حاجات كتير قوي إنما أنا شايفة أنه تصدير العنف في الإعلام الأغاني المبتزلة والمادة الدرامية المبتزلة اللي بتقدم للشباب انشغال الأب والأم بالجانب المادي من الحياة وتوفير كل ما هو ماد سواء كانت من أكل أو شرب أو حتى مهنة والانصراف عن العلاقات الاجتماعية والتكوين الاجتماعي للشخصية وتكوين الثقة بالنفس وتكوين الاعتزاز بالذات يعني هو الشخص ده لو متربي تربية سليمة لو هو معتز بذاته مايروحش الواحدة بترفضه مهما كان الحب ومهما كانت المشاعر صحيح هنا قلتي جزء في منتهى الخطورة فكرة العزوف عن ما يصدر لنا من الخارج من صورة يعني تؤدي إلى أعمال عنف في الآخر في فعلا بعض الأفلام وبعض المسلسلات أو ما يبث على وسائل التواصل الاجتماعي لأننا شايف هي يعني صحبة الخطورة الكبرى في كل ما يحدث في المجتمعات بشكل عامل لاني دي أدوات تربية حضراتك نصر الأسرة بس تلتربي إزاي ده رابعي بقى أولادي أنا كرب أسرة أو كأم موجودة في البيوت المصرية إزاي تقدر تبعد أولادها عن أي شيء ربما فيلم ربما مشهد مقطع فيديو ممكن يؤثر على اللاوعي لدى ابنها ويقدر اللي هو بعد كده يعمل سلوك هو خلاص هو رسخ في الظهن وما يحدث ويعمل ده خلاص هو شايف ما ده حصل سأقول لك حاجة أحمد مش هنقدر نمنع في السماء المفتوحة وفي الجهاز اللي داخل معك في كل حتة في البيت مش هتقدر طب إيه اللي أنا ممكن أعمله أربي ضمير بمعنى إيه أتحور مع أولادي تعالي أقول لي إنت شفت ده طب إيه اللي عاجبك فيه طب إيه اللي مش عاجبك فيه طب ده المفروض يكون كذا طب ده كذا وقت مهم جدا من وقت الأسرة الأب والأم والأستاذ والمجير وكل من هو مسؤول لازم يكون فيه حوار ليه؟ عشان أبني قناعات عند حضرتك لو أنا بنيت لحضرتك قناعات أنت نفسك هترفض هذا السلوك أنت نفسك مش هيشدك هذا المشهد ليه؟ لأن أنت بدأت تحس بقيبة بالشعور بالقيمة أن أنت أرقى من أنك تسلك هذا السلوك وتبتجي أنت نفسك تكسف من نفسك أن أنت تشوف ده أو تعمل ليه؟ لأن أنا بنيت لك دمير بنيت لك ثقة بنيت لك شخصية تقولك أن أنت أعلى من ده وأن أنت قيمتك كإنسان أكبر بكثير جدا من الجانب الحيواني اللي موجود جواك كإنسان لكن اتفرج زي ما أنت عايز روح وشوف بس لازم أخليك تحب إيه؟ وتكره إيه؟ توصل لإيه؟ وترفض إيه؟ وده لازم يكون موجود ساعات بيبقى في مرحلة عمرية معينة بالحوار المباشر وفي مرحلة اللي هي مرحلة التفولة والمراحل الصغيرة بذكاء الأب والأم والحوار الغير مباسور بحيث أن أنا أبني للبني آدم ضمير هو اللي يحبيه مش أني أمنعه عن حاجة هو هيروح لها أو ممكن حتى تتحكيله يعني حتى لو ما سفهاش تتحكيله يعني فكرة الرقابة المسؤولة بذكاء إحنا بنشكر حضرتك المتابعة أكثر من الرقابة الدكتورة هالة منصور أستاذة الاجتماع بجامع بنها بنشك حيث أني على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر ويبقى أخيرا لكل رب أسرة مصرية يعني انتبهوا والتفتوا إلى أبنائكم يعني الموضوع كله ما بيختصرش أبدا في فكرة تأمين احتياجات البيت المادية فقط لأن يعني ابنك ليه واجب عليك ومن الحقول الخاصة بي فكرة اللي أنت تقعد معاه وتبتدي اللي أنت تتكلم معاه علشان تعرف يعني إيه اللي ابنك في احتياج شديد ليه لأنه مش كل حاجة مادئة أكيد